اشتركوا في القناة صحة وسعادة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي إذا مستمعين نتمنى أن تغضوا معنا ساعة صحية نصل بها وإياكم إلى نمط الحياة الصحي والسعيد والذي سيقينا بإذن الله من العديد من الأمراض وإن شاء الله نتمنى لكم طولة العمر والصحة والعافية وأيضا هذه تحية لكل من يستمع إلينا من مستشفيات هيئة الصحة بدبي ومراكزها الصحية نتمنى لكم الصحة والعافية ومستمعين الكرام نرحب بفريق عمل البرنامج معنا في إعداد هذه الحلقة الزميل العزيز يوسف سعد في التنسيق معنا ميرا لغفالي صبحت الله بالخير ميرا وإيضا المبدع دائما من الإخراج واء لا مش واء يعصبه إذا قلت لواء أيمن سرحيل هو عاد أقول له أغلط في اسمه في أي شيء لواء شكرا لك أيمن على تواجدك معنا هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي مواضيع حلقتنا ما نخبركم عنها إن شاء الله في وقت لاحق ولكن خذونا نرحب بالدكتورة ندي الملة معنا في حلقة اليوم صباح الخير الدكتورة يا صباح الورد يا صباح الجمال يا صباح الثلاثاء الجميل تعفينا ليش يا سلام عليك من وراء خاطرك ليش أتينا حلقة وحدة في الأسبوع يا السلام بعد بتردد تقول عن حلقة وحدة في الأسبوع المهم ذكرك برقام التواصم نحن بغيت أكثر شكرا ما تقصروا إن شاء الله نحاول على هالخشم إن شاء الله 60055114 ورسالة النصية على 4006 هل هي عيني؟ لا أنت تي أشرت على عينت وقلت على هالخشم صدق؟ يعني العين أغلى من الخشم زي بس عندك مشكلة في الحواس في تقدير الحواس دكتورة شكرا أخاف سهرانة لبارحة شكلتي شوي نحن عندنا دراسة تقول السهر يهدد بأمراض عقلية خطيرة مثل تي يعني واحد يأشر على عينه يقول خشمة ويأثر على عينه يأشر على عينه ويقول خشمة سهرانة سهرانة المهم حذر الدراسة جديدة من أن النوم في وقت متأخر من الليل قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض عقلية خطيرة بما في ذلك الاكتئاب وانفصام الشخصية ووجد الباحثون من جامعة إكستر أن الذين ينامون ويستيقظون باكرا أقل عرضة للمعاناة من الاكتئاب بنسبة 35% بناء على جيناتهم وأن هؤلاء الذين غالبا ما يكونون من كبار السن والنساء أكثر سعادة قال قائد الدراسة بروفيسور مايك ويدون لقد قدمنا أقوى دليل حتى الآن على أن الذين يسرون طوال الليل معرضون بشكل أكبر لمشاكل صحية عقلية مثل الفصام من خفاض رفاهية العقلية على الرغم من أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لفهم الرابط بشكل كامل وحلل الباحثون جينات نحو 700 ألف مشارك في الدراسة وأنماط نومهم واكتشفوا أن 351 اختلاف وراثي مرتبط بالتحديد ما إذا كان الشخص ممن يستيقظون في وقت مبكر من الصباح أو ممن يظلون مستيقظين لوقت متأخر من الليل وتبين النتائج حقيقة أن 13% على الأقل من نمط النوم موروث من الآباء لكنها لم تجد صلة بين الاختلافات الجينية ومدة النوم وجودته كما أنها لم تؤثر على خطر تطور مرض السكر من النوع الثاني أو السمنة لدى أولئك الذين ينامون في وقت المتأخر من الليل على الرغم من وجود أدلة سابقة على ذلك عقو بتقول ليش يتنامين من وقت واحد يتغير صوته بعدين في الليل إذا سهران يتغير عقله بكبرى النوم شيء الناس الحين قامت يعني ما تحس بأهمية النوم لأنه وايد فيه مغريات محمود وسائل التواصل التلفزيون اللي ما يسكر قبل كان التلفزيون يسكر الساعة 12 مجبور أنت تنام الحين كل شيء موجود لكن النوم يا جماعة يعني هذا من بدأة الخليقة إلى اليوم النوم ركن أساسي من حياة الإنسان وايد يأثر على صحتنا تصدق أنه فيه كثير من الناس يشكوا من العراض مختلفة لما نسألهم ما فيه أي سبب بس لما نسأل عن النوم تلاقي هالإنسان النوم ما ما يكون منتظم يعانون من الكآبة يعانون من تقلبات المزاج يقولك دكتور أنا نشي الصبح ما أحس عمي سعيد شوية أحس عمي مستانس عقب شوية أحس عمي مودي مبتمام أحس أنا ما أقدر أركز أحس أنا ما فيني طاقة أول سؤال نسأله كيف النوم عندك لأن لو نومك زين كلها العاطلة بتكون وايد أقل عندك وممكن حتى ما تعاني منها نحن عندنا عيادة للنوم بعد في مستشفى راشد اللي يبغي ينام بشكل صحي يقدر أن يزور هذه العيادة اللي عنده مشكلة في النوم ترى فيها عيادات متخصصة فعلا ويعني الناس مفوضة ما تأخذ قلة النوم أو عدم القدرة على النوم بالنشي عادي وكل الناس يعانون نوم الأرق لازم تتجهون العيادة تيون العيادة نفحصكم ونحولكم على عيادة النوم وحتى أحيانا ممكن عدة الطب النفسي تساعدكم لتنظيم النوم عندكم النوم كذلك دكتورة يعني على طار النوم في دول متقدمة زارتها هنا المطار عندهم المطار يبند ساعة عشر المطار يبند ساعة عشر ما عندهم زحمة يمكن عندهم زحمة وعندهم ناس وعندهم طيارات ما في مدينة ما فيها زحمة دكتورة أو الطيران يكون شسمها وماذا يبندون ساعة عشر عشان نصنا نظام هاي عندهم قانون أن بعد العشر ما في شغل في دول تعرف تعطي للموظف قيلولة بعد تخليه نام خلال الدوام أربعين دقيقة عشان يسرجع نشاطه ويكمل دوام فهذه أهمية النوم فلنأخذ النوم إن عادي كل ناس عندها أرق لا مو عادي كل ناس عندها أرق إذا عندك أرق وترى الطراب النوم في أنواع في ناس ما تقدر تنام يعني أنت ما تقدر أصلا تنام تم عينك مبطرة تطالع في السكف شي في ناس ما تقدر تواصل النوم يعني تنام عادي بسهولة بعدين كل ساعة أو نص ساعة تنش وترد ترقد هذا التقطع بعد هذا وحدة المشاكل للنوم في ناس لا ثلاث ساعات ونشأت وقعدت ما ترون ترد للنوم مرة أخرى فهذه كل الطرابات في النوم طيب نحن السهر بعد يأثر على النوم ويأثر على الحمية وفي أمور كتير الواحد ممكن يستفيد منها من ناحية التغذية معانا أخصيات التغذية لأخت ريهام أحمد يوسف أوشي صباح الخير ريهام صباح الخير أخو خمود صباح الخير دكتورة ندا وصباح الخير للمستمعين الكرام يا صباح ريهام أنا أبغي أعطيك وقت أكبر للحديث عن الحمية واجبات خفيفة اللي ما تتجاوز على 150 سعر حرارية ويمكنها تتطرق بعد كذلك للعديد من الأمور ولكن أبغي أسألك أول شيء قبل ما نتوجه لهذا عن موضوع السهر ويعني الخربطة اللي ممكن تصير في الأكل أثناء السهر لأن في دراسات كثيرة تقول المعظم اللي يسهرون هم معرضين للسمنة بشكل كبير صح صحيح هلأ مضبط اللي بيناموا عفوا اللي بيسهروا لأوقات متأخرة ممكن المشكلة مش فقط أنه بتسهر بحدات المشكلة ما يتبع السهر من عدات وسلوكيات صحيح يعني أنا بيكون سهران لفترة طويلة فسبح الله الله بهذاك الوقت بيصيروا بيشتهوا الواحد يوعد دكتورة في الليل يطلب ما هذه ثقلتنا اليوم هي على الوجبات الخفيفة وإن شاء الله تكون خفيفة على المستمعين نتفضل وكمية سعرات الحرارية اللي فيها تكون خفيفة جميل حتى لأنات اللي مثلا ظروف عملهم ممكن تطلب أنه يسهروا لوقت متأخر فممكن يجوها بس مش فقط أنا أرجع على وجبات عالية السعرات أو أعمل مثلا أوردر من برع الجونك فود هي اسمها سناك اسمها وجبة خفيفة يعني فما المفروض أنا أقلبها لوجبة كاملة وسعراتها عفوا يعني يعني سعراتها الحرارية ممكن تكون أكبر من وجبة رئيسية نعم اسمها هي سناك أو وجبة خفيفة حتى تكون يعني تمدني بقدر من الطاقة إذا أخذتها مثلا خلال النهار أجدد يومي أجدد نشاطي يعني أستطيع أكمل المتطلبات اليومية المطلوبة مني مش عشان أطير عبق على جسمي وفيها سعرات حرارية ضبل اللي المفروض تكون عني نعم صحيح طيب شو هي شو الوجبة الخفيفة الممكن واحد إذا سحر هي السناك أو الوجبة الخفيفة أو اللي سميحنا التصديرها المفروض إنها هاي خلال تصبيرها في بسبوسة تصبيرها في شبس تصبيرها في لح شوكالاتة تشيب المكسرات تصبيرها هذا كله تصبيرها هاي بطلت تصبيرها هي تصبيرها المفروض تصبرني لأخذ الوجبة الرئيسية اللي بيكون فيها سعرات حرية المفروض تكون أكثر نوعا ما من الشناك فواكه يعني وجبة خفيفة بسيطة بس أنا المفروض أكون واعية ما يعني هالوجبة البسيطة التي تساعدني أكمل نهاري تصير عبق علي وتصير فعراتها الحرارية أكثر بكثير من المفروض تكون علي مثال في العمل ممكن وقت الظهر بين الفطور وبين الغداء الواحد يجوه بحاجة يستجوعه بكمية بسيطة أو بوجبة خفيفة أو بالتصوير أو بالسناك أنا مثلا شخصيا بفضل كثير الزبادي مثلا مع نوع من الفاكهة الزبادي مع التوت الزبادي مع التمر الزبادي من الأطعمة سهلة الهضم هو سناك صحي وخفيف وبحتوى على البروتين مع الفروق مع التمر مثلا حبتين التمر أو التوت تحصل كمان على كمية السكر البسيط فيه كمية ألياف تحسك بالشبع لا يحين موعد الوجبة الرئيسية مثلا هذا المثال على واحدة من الوجبات الخفيفة أو السناك البسيطة جميل ممكن الفشار البوبكورن الفشار المنزلي صحيح هذا أنا لو أخذت منه ثلث أكواب ما بيتعدل مئة سعر حراري بس من غير ملح من غير كراميل ومن غير زبدة أيوة اللي ساعد أحكيها أنا عشان حيات المنزلي اللي بتحضر في البيت نشيب أشتري من بره بيكون مضيف عليه كراميل وسيرب وعسل ودبس ونكات أخرى يعني بتقلل من قيمة الغذائية بس بيزيد في كمية السعرات الحرارية اللي فيه هو طبيعي هو صحي صحي ومفيد وبيعب المعدة وبيحسسك بالشبع بتحس حالك إذا أخذت يعني ما حد حيجي أخذ أكواب من الوجات ممكن أخذتكه بواحد ما يتعدى ممكن الـ 50 إلى 60 سعر حراري بتحس حالك شبعت تحس حالك فل تعبت المعدة ممكن أحط عليه بعض النكهات ممكن نكهة البابريكا نكهة البصل السعوم بس مش الصوفز العالية بالسعرات الحرارية أو الشيبس المطحون يحطون أحيانا عايزيد السعرات الحرارية وايد عليه عالي جداً بالسعرات الحرارية يعني هي بكون البشار يعني مسكين صحي وطيوب بنضيف له شغلات ثانية بصير سعرات حرارية جداً كبيرة جميل في بعض الأمثلة مثلاً كمان التفاح ممكن مخبوض مع القرفة للي بيكون موجود في البيت أو حتى بدون بيكون مخبوض أنا أبطع شرحات من التفاح أو لكم مثلاً حتى بالفاكرة اللي بفضلها حط عليها رشة من القرفة حسسني بالشبع حسسني بالامتلال لأنه فيها كمية من الألياف صحيح زي ما حكينا التمر مثلاً ممكن مع اللبن الزبادي ممكن مع زبدة اللوز حوالي ملعقتين صغار حتى ممكن التوت الخبض لو بحط عليه قطعة جبنة والله ريهام بقول لك شيء أنت يو وعتينا أول شيء الثنين يعني إذا ما نذكر هذا ما ما نخلص يعني الحلقة كلها بتعدي وبعدنا ما خلصنا لسناك نحن شاكري لك أستاذ ريهام أحمد يوسف تسلام تسلام إن شاء الله نكون أعفدنا المستمعين إن شاء الله شكراً لك فقرة جميلة شكراً جزيلاً نعطيكم العام نهارة قيمة شكراً ريهام أحمد يوسف خصائط التغذية العلاجية فيها هي تصحب دبي نطلع فاصل المستمعين بعد الفاصل إن شاء الله ما نتكلم عن مركز دبي للتبرع بالدم اللي يستحوذ على أفضل التقنيات بتكون معانا الدكتورة مي رؤوف مديرة مركز دبي للتبرع بالدم مفروض حافظة للسم على طول ما تترددين المسمى بس أتأكد منها أوك دكتورة مي إن شاء الله بتكلمنا عن كثير من الأمور أيضاً اللي عنده أي استفسار عنده أي شغلة بالنسبة للتبرع بالدم يبغي يتصل فينا أو يبغي يرسل لنا مسج على أربعة صفر صفر ستة ونكون معاكم إن شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة نذكركم برقام التواصل على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة ورسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة على طار الرسالة النصية هنا في عندنا مسج يقول سلام عليكم شو يعني زبادي؟ الروب الروب نزيل السلام عليكم وأرجو أن تصال تحت الهواء من فضلكم كلمي شو في ميرا شو يبغي صاحبنا أيضا بما أننا نحن تكلمنا أنه من فقرة لهاية عن مركز زبادي التبرع للدم المركز حصل على عضوية جمعية بنوك الدم العالمية اللي موجودة في مستردام المقر مالها في مستردام بعد توفيرها حزمة من خدمات ذات جودة عالية وفق أحدث التطورات العالمية طبعا هذا الإنجاز يتماشى مع استراتيجية الهيئة في تحسين كفاءة الرعاية الصحية وتوفير خدمات عالية الجودة من خلال بناء كادر طبي وفني متخصص وفق أحدث التطورات العالمية في طب نقل الدم كما يعزز الإنجاز نفسه من القدرات الفنية والعملية للعاملين في المركز طبعا فإن مركز تباي للتبرع الدم أصبح بإمكانياته وتجهيزاته وكفاءة القائمين عليه في متصدر ويقدم خدمات عالية الجودة ضمن طليعة المراكز الرائدة عالميا طبعا مو بس لدور الطبي وتطبيق الأعلى المعايير والمواصفات الخاصة بنقل وتخزين وتوزيع الدم بل لدور الإنسان الكبير وجهوده الكبير التي يبذلها من أجل إنقاذ حياة المرضى وأرواح المصابين والحالات الطارئة التي ترد إلى أي من المستشفيات الحكومية كانت أو الخاصة حاولا مركز تباي للتبرع الدم وإمكانياته وتجهيزاته ومشاركاته في مؤتمر ومعرض مدلب يصرنا يكون معانا اليوم في السوديو الدكتورة ميراوف مدير مركز تباي للتبرع بالدم وصباحة شوارد الدكتورة ميك صباح الورد والسرور عليكم دكتورة يعني نحن بس أعلننا قبل الفاصل لأنه هناك بتكونين معانا في مجموعة كبيرة من الأسئلة هنا عنا خميس الظهور يسأل هل المدخن دمه صالح للتبرع بالدم؟ نعم إذا المدخن يتبرع بالدم طبعا إحنا في عندنا فحص لقياس نسبة خضاء بالدم إذا يكون المتبرع مدخن بكميات كبيرة يفيد أحسن تبرع بالدم زين نعم نسبة خضاء بالدم تكون عالية فهذا التبرع بالدم بيكون فيه إلى فائدة للمتبرع يقلل من نسبة كثافة الدم والتي تكون هي سبب فيه لا سمح الله الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية هنا يقول شو علاقة التدخين مع التبرع بالدم وأفضل وقت لذلك أيضا يسأل عن الشروط الخاصة بالتبرع بالدم خلينا نتكلم عن الشروط دكتورة بما أننا نحن دخلنا في الموضوع على طول بس كنت أحب أقول أنه المدخن من يتبرع فيه فائدة إلا وبالنسبة سؤال لأنه هل يأثر على المريض متلقي الدم ما يأثر لأنه هذا الدم لحيتخفف مع دم المريض فحيكون نسبة جدا قليلة فما يكون فيه تأثير على المريض متلقي الدم بالنسبة للشروط محمود التبرع بالدم طبعا الشخص يكون أمره بين 18 إلى 65 سنة رحة تعالية تلكتورة هي والله هي لأنها أقل من 18 سنة ولي أنه يكون الوزن أكثر من 50 كيلوغرام ويكون الشخص متمتع في صحة جيدة يوم التبرع بالدم الوزن أظن أن ينطبق عليها ليش الوزن يجب أن يكون معين؟ ليش؟ يعني الأقل من شيء ما يتبرعون بالدم ها دائما الناس تسأل لما ينبرع فيه فاقر دم أصلا لا لأنه كمية الدم الموجودة بالجسم طبعا لها علاقة بالوزن فحتى نسحب دم ويكون صالح لاستخدامه للمرضى لا نستطيع أن نسحب أقل من 450 مليلتر من الدم فاللي تكون تقريبا 1 من 12 من حجم الدم الموجود في الجسم فإذا يكون الشخص وزن أقل من 50 كيلوغرام فمع أنها 450 مليلتر ستكون كمية كبيرة عليه ممكن يحس بالتعب ويصير عنده مثلا أغماء أثناء التبرع بالدم ويحس بالتعب بعد التبرع نحن هذا طبعا نتجنبه دائما طيب سعر حين أننا ندخلنا في الموضوع على طول ولكن نحن نتكلم يعني عن مركز دبي للتبرع بالدم عنده دور طبي ومجتمعي وإنساني نحن نتكلم عن المركز بشكل عام دكتور نعم الحمد لله مركز دبي للتبرع بالدم هو المركز اللي أعلى سحب بعدد وحدات الدم على مستوى الدولة ومنذ عدة سنوات وطبعا لأنه صرف الدم والحاجة إلى الدم في إمارة دبي اللي تنشط بها السياحة العلاجية تعكس طبعا زيادة الطلب على الدم وحمد لله بفضل الرعاية والتوجيهات القيادة في هيئة الصحة في دبي فيه اهتمام كبير بسلامة نقل الدم كنا نتكلم قبل ما نبدأ البرنامج أنه مختبرات بنوق الدم هي الأكثر يعني باهظة الثمن لأنه تحتوي على كثير من التقنيات الغالية الثمن لضمان سلامة نقل الدم وفي دبي عدد جنسيات اللي تتبرع بالدم حسب آخر إحصائياتنا هي 144 جنسية التبرع بالدم في المركز وهذا طبعا يعكس أنه جميع الجنسيات وجميع المتبرع من مختلف الأديان كلهم يأتون للتبرع بالدم ويتبرع تطوعي يعني لا يتبرعون لشخص معين بس هي يتبرعون لأشخاصها فلن يقابلهم طول حياتهم صحيح وهذه طبعا تجسيد للتسامح تجسيد للتسامح وشيء صراحة رائع لما نتشوف هل قد ناس يجون ويتبرعون خصوصا من نتصل يوميا ببعض الأشخاص ونقولهم مثلا في مريض محتاج إلى زمرة دم مثل زمرة دمك مثلا فتشوف يترك شغلة حقيقة يأخذ إجازة ويجي ويتبرعون هذا شيء رائع دكتورة نأخذ هذه المداخلة مع عدنان صباح الورد أخوي عدنان نوريا حلا كيف الحال خير الله يسلمك تفضل أرحب أقول الدكتورة مي أنا عندي سؤال بخصوص نسبة الدم في الجسم أنا عندي نسبة الدم في الجسم تقريبا 18 من دون الفاصلة طبعا أكيد أني أنا نصى مدخن وغيره كيف أقل من نسبة الدم في الجسم طبعا التبرع بالدم المنتظم هو طريقة فعالة جدا حتى تنخفض نسبة خضاء بالدم وينخفض عدد كريات الدم الحمرة وهذا شيء طبعا يأتي بالفائدة على المتبرع بالدم فأنصحك أنه تتبرع في صورة منتظمة وهذا لحي يساعدك أنه يقلل خضاء بالدم يقلل لا سمح الله نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية يقلل من الصداع اللي يصابون به الأشخاص اللي يكون في عندهم كثافة في الدم بسبب ارتفاع خضاء بالدم طبعا نشجعك نتوقف عن التدخين في عندنا نعيادات الإقلاع عن التدخين لكي تساعدنا يعني لا نعالج العرض نعالج المشكلة نعم حياك الله في عيادات الإقلاع عن التدخين موجودة روح حتى بلاي موعد إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك أخي عدنان صباحك سعيد شكرا هنا دكتورة في يقول أنا كلما أتبرع بالدم تيني دوخة مرات خلال التبرع وأحيانا بعد هل هذا شيء عادي؟ أبو زينب يسأل إذا يكون التبرع أثناء التبرع بالدم فإحنا عادة من فضل الشخص أنه يتبرع مرة ثانية إذا يكون الإغماء طوال يعني وقت من الزمن أكثر من الطبيعي بس إذا الشخص يصاب بمثلا خمول أو يصيب دوخة بعد التبرع بالدم فعليه أن يخبر الطبيب من يذهب للتبرع مرة ثانية لأن فيه أشخاص مثلا يتبرعون بالدم بجسمهم يأخذ وقت أطول حتى يعيد تكوين كريات الدم الحمرة اللي فقدها أثناء التبرع فمثلا يجي أشخاص يأما ما يتبرعون بالدم أو أنه يخلي الفترة الزمنية بين تبرع والآخر أطول من اللي يأخذ الشخص الآخر ونحب نذكر أنه الفترة الزمنية بين تبرع والآخر هي شهرين بس إذا الشخص يحس أنه يدوخ أو يتعب فممكن يسويها مثلا تبرع مرتين بالسنة ممتاز وهذا يكون أفضل وممكن يأخذ أكثر معلومات من يجينا في عندنا طبيب متخصص بس لإعطاء المشورة الطبية في المركز فممكن أنه يبحث نشوف ملفه ونشوف قراءاته ونطي أكثر دكتور ماي نعطي حين لمحة سريعا مشاركة المركز في المؤتمر ومعرض مدلاب للمختبرات الطبية وأهمية مشاركتكم في مثل هذا المعرض ولش حاطين فيديو الدكتورة بعد في المعرض؟ حاطين فيديو صح؟ حاطين فيديو دكتورة ندا نعم الحمد لله هذه أول سنة تشارك إدارة المختبرات وعلم الوراثة في هيئة الصحة في دبي بأنه يكون في عندنا منصة في المدلاب وهذا العام ما شاء الله مدلاب رائع عدد الشركات جدا ضخم من كل دول العالم فالبوث اللي أخذناها والمنصة عرضنا فيها الخدمات الذكية والمبتكرة اللي يتميز بها مركز دبي للتبرع بالدم مثل تطبيق دمي ومثل النظام الإلكتروني الإيدلفن اللي بي لغينا كل الأوراق وصار التبرع بالدم بالنسبة للمتبرع كل على الواح ذكية اللي هي التابلس صحيح فحمد لله قللنا من استخدام الأوراق 40% فحبينا أن طبعا هذه الخدمات الأولى من نوعها في مستوى الشرق الأوسط فحبينا أن نشارك الحضور بهذه الخدمات المتميزة ونعرض كذلك نظام البطاقات المختلفة اللي موجودة في المركز فحاليا في عندنا عدة فئات للمتبرع بالدم لما يتبرع أكثر من 40 مرة مثل على سبيل المثال يعتبر من أصحاب الهمم فيدخل بدون ما يأخذ كيو أو ينتظر دوره لأنه يعتبر بالنسبة لنا VIP لما يتبرع أكثر من 40 مرة وهو شخص متطوعي فهذه الخدمات حبينا نشارك بها وبصراحة ألقت أعجاب كثير من الناس لأنها الأولى من نوعها بالشرق الأوسط الغاية منها تعزيز طبعا العمل التطوعي وتوفير الدم الآمن للمرضى كانت مشاركة جيدة ولح يستمر البوث موجود إلى يوم الخميس فاللي يحب يزور ويشوف طبعا أرضنا بروشوراتنا والمنشورات التبعوية اللي نعطيها للمتبرعين قبل وبعد التبرع بدون ممتاز نعم إحنا الدكتورة ميرح نطلع فاصل إن شاء الله بعد الفاصل حنكمل معاك هل حوار الشيق عن مركز زباة اللي يتبرعوا الدم ونعطي رسالة أيضا للناس تشجعهم أنهم يتبرعون بالدم فشاء طالعين فاصل بعد الفاصل سوف نرجع فبقى ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة متواصلين ما زلنا مع الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم كنا نتحدث عن مشاركتهم في مدلا ولكن أيضا هناك الكثير من الأسئلة دكتورة يعني الناس حابين يعرفون أكثر عن التبرع بالدم هذه الشغلة اللي نشوفها في قمة الإنسانية الواحد خاصة مع معاني عام التسامح أنه تكون شغلة رئيسية نحاول نلتزم فيها لما لها من فوائد أيضا تعود على المجتمع على الفرد نفسه المتبرع والمتبرع له هنا يقول هل يشترط للتبرع بالدم أن أكون صائم؟ لا طبعا بالعاكس نحن نوفر يعني سناكس وجبات خفيفة عصاير قبل التبرع بالدم الشخص لازم يكون متناول لريوغة إذا يجي الصباح أو مثلا يأكل وجبة خفيفة إذا هو الظهر وبعد التبرع بالدم في عدنا الضياف أهلا وسهلا فيكم في المركز في عدنا الضيافة في المركز بيونة حروم مندي حاطين شيء حاطين وجبات خفيفة عشر وحنا مغذية مغذية وحاطين فواكه في عدنا موز كروسان عصاير وننصح المتبرع بعد التبرع بالدم يتناول كثير من العصائر صح والسوائل صح حتى يقوض كمية حجم الدم اللي تم التبرع به جميل أنا يعني وايد أحب أني أنا كلما تشاركنا الوالدة حمده في البرنامج أستانس فهي معانا على الخط يمكن عندها موضوع عن التبرع بالدم ولا موضوع آخر كيف صبحك الله بالخير ومي حمده خير والعافي والسرور والورد الجوري والحلو والفنان والياسمي يا سلام كيف حالكم حبا يبي شو صحتكم شو صحتكم شو صحتكم الحمد لله والله نصدقوني تاني أنا أستانس وما أشوفكم على الشاشة ستفلوزيون الله يسلم لأنه هنا ما أشوفكم أنا أسمع لصوتكم أنا أشوفكم يوم أولي الدعاية قاعد أطالعكم الله يسلم الله يسلم خير الله يسلم سؤال أول الأولي والسؤال الثاني عبر دعليك السؤال الأولي أسأل الدكتورة هل اللي يأخذ حبوب الهرمونات يجوز يتبرع بالدم يعتمد أمي على نوع الهرمونات اللي تأخذ فيه هرمونات تأخذ كتعويض للهرمون اللي طبيعيا موجود بالجسم مثلا اللي يأخذ هرمون اللي تعويض عن هرمون الغدة الدرقية هذا يقدر يتبرع بالدم فبعض من الهرمونات الغدة النخامية لا يفضل تبرعهم بالدم حفاظا على متلقي الدم يعني المريض اللي يأخذ الدم لا اللي مثلا شال حاجة بسيطة من الصدر وعادينا حبوب هرموناتها بس مده معينة ويشدونهن عنه يجوز يتبرع بالدم ولا ما يجوز في عندنا قائمة للأدوية اللي ممكن الشخص يتبرع بالدم إذا يكون ما أخذها وفي عندنا قائمة من الأدوية اللي لا يجوز إنه الشخص يتبرع بالدم إذا يكون يتناولها فلو تعطونا معلومات أكثر عن طريق الهاتف لأنني أنا عندي ممتش أخذ حبوب الهرموناتها إن شاء اللي كانت قتلة عندي في الصدر وإشارت إنها يعطي عاطيني نيان لحبوب مدد خمس سنين نعم الحمد لله حين باقي تقريبا سنة ونص وبأخلص أنا استخبرت الدكتور هاي أقصات سيارة أمي حمدها أقصات سيارة هاي خمس سنين عاطيني حبوب أقصات سيارة أقول إيش أسوي بي يا بو يا سوالي بيما خمس سنين هاي باقي لسنة ونص الحمد لله الله يعافيك والعمر يعطيك والسؤال الثاني مرة وحدة قبل يوم أنا رايح بوضبي من قبل كم يوم يوم الخميسة أعتقد العزة ما قاله والخميسة الويني سنتو قلت هاي سايرة العزة هاي زينا يوم أنا رايح بوضبي سألتكم عن الضغط نعم وطبعا أنا وقالت لي الدكتورة سيري وحصيت الضغط الجهاز اللي عنده شوفت الضغط الجهاز اللي عنده صح عم السرت هاي نظيم نفس الحالة بس قالوا لي هاي الشيسم هو اللي عنده هذا مال الضغط زين نفس اللي عندنا ممتاز لك هاي لأنه قالوا لي هاي أنت عندك بالتوتر لأن أنا قبل ما سير خدت الفحص المال الضغط خدت ساعة ثمان ونص وخدت عشرون هاي ويوم يبتم هناك رايح وقالي ضغطك طبيعي خدوا الضغط علىني قالوا لي ليش مرتفع قلت والله يمكن أخاف منك مناصم عشان شيء او عيال مبارك أبونهم يرفعون الضغط عندي جنتي قولي لمرة يتحدث يتكلمون ريخي عشان شو عيال مبارك كيف لا تفعل عرفين هاي هاي هذا نفس الشيء فحصوا لي بعد نفس الجهاز اللي عندي هي هو اللي عنده مطلع نفس الشيء لأنني يعنى فاحصتنا هذا الجهاز اللي عندي هنا وفاحصتنا بلاد وربية بعد قلوني هذا أحسن جهاز نعم لكن الآن لا أريد أن أذهب إلى مكان المستشفى أو الحمد لله في البيت من نوع ما أكل أملاح من نوع ما أكل أملاح حتى ما أنا ماذا قالت تتوترين يمكن أن تتعبين أو تخافين تتوترين بالشي للعيادة أو المستشفى لا حتى تراني سبحان الله ممي يماثين عند أحد أو شيء وتحسيني شادة على عمر الشيء ها تكلم بجدة أقوله ها لا تفع لي ضغطي تراحص يعطيت العافية أمي قلت لا ما أهدي بس ما تناقشوني هو موضوع اللي أنا أعرفه صح يعطيت العافية أمي بس عسان شي أنا يوم بطيني بأغطي شرشادات بس من نوع أنا بنتي ما أكل أملاح صح ما أكل أملاح أو لا الحمد لله مثلا حين هاي الناس ما قالوا في الأسبوع مرقين ثلاثة يأخذون عقلاتهم هذا من البرة لا أمي أنا أكله طبيعي وأكله بروحي أتوي صح ممتاز تقولين عندي خدامة وإنك تحط زيادة ملح ولا شي لا ممتاز أمي قال قياس نظرك قياسك ممتاز ترمت قايس على عمر صح مشكورة أكله طبيعي أطبيعي أقطعي وأكله طبيعي أحسن شيء شوفي أنا بقول لك عندك الدكتورة ندى طباخة بعد زينة بس كل اللي انت تسويين هي تسوي العكس ليش أنا سويها لا لا أقول ما علي بخليت تستضيفني في البيت وبخبرها كيف أطبحت فعلت طيب و البيت بيتت تزوي زيادة حيا ترى أنا مقعمة شي ومقعمة شي بيار وستمت ما شوية نادرة أنا سويها كان بقال ليها وبعد إذا قلتها وما قل ليها في جهن مهدرج هذا نعم عندي مطروحي يدهن مال الدار صح صح أحب لي خاشوقة ديما تنضى السمتة خلق الدهن هذا كله مفيد حق التبرع بالدم هم يا حمد أها لأني الحمد لله رب العالمين شو سوي بس حين قادت لي لا على المول على الحبوب أنت خبر الدكتورة شوفي أنت مثل ما خبرتش الدكتورة يعني تمرين المركز التبرع بالدم هناك بيشوفون الأدوية اللي انت تاخدينها أبوي طول عمارك بس أباحين نصيحة نصيحتي مقالتي بعطيت النصيحة أنزي حالا نحن أنا قلت لا ترى الضغط مالهم ومالي نفس الشيء أي إن شاء الله أمي إن شاء الله تسمعين تسمعين إن شاء الله أمي إذا بطالع نصيحة تعطيني إياها عشان أمجي عليها إن شاء الله أمي فالج طيب إن شاء الله يعطيت العافظ الله يخرج مع السنة ليش ما؟ ما تلوهم من التوتر يعني؟ هي لأنه كان شيء يعني يوتر ما يوتر؟ خاصة واحد عنده فوبية من الإبرة هالأطاري فوبية الإبرة دكتورة على التبرع بالدم في ناس عندهم يبغون يتبرعون لكن عندهم فوبية من الإبرة شو تسوي؟ الأبرة اللي نستخدمها بالتبرع بالدم شكلها طويل شبير لكن هي حادة جدا وخاصة إنه تدخل الجلد بكل سلاسة فما تأذي يعني بالعكس السلام عليكم بالنسبة للي عنده كريات الدم الحمراء ناقصة مثل هداعش هل ينصح له بالتبرع؟ لا طبعاً اللي يكون عنده نقص في كرات الدم الحمراء معنا عنده فقر دم وحتى إذا الشخص يكون مو بس عنده فقر دم يكون دمه طبيعي بس أقل شيء في الطبيعي فإحنا ما نفضل إنه يتبرع بالدم حفاظاً على صحته لأنه الهدف إنه الشخص بعد ما يتبرع بالدم ويخلص يبقى نسبة الهيموغلوبين أو خضاب الدم بالمستوى الطبيعي فإحنا نأخذ شوية فوق أقل مستوى بالطبيعي ممتاز دكتورة مي بس إن خبر متبرعين كتشجيع منه وإنه يسرون يتبرعون غير إنه مهمة إنسانية إنه وجود تطبيق دمي اللي يسهل ويسرع عليهم المهمة نعم تطبيق دمي هو موجود على الهواتف المحمولة الأندرويد والأبل وموجود حالياً داخل التطبيق الخاص بهيئة الصحة في دبي وحطيناه أول واحد حتى يسهل على الأشخاص الوصول إلى وإذا استخدموا وقرؤوا المعلومات وعبوا الاستبيان عن طريق الموبايل أبليكيشن فممكن هذا يقصر من عملية التبرع بالدم ب20 دقيقة نعم نوجههم اليوم ونحب إنه يستخدمون تطبيق دمي للتبرع جميل دكتورة يعني على عجالة كانت عندك رسالة قبل البرنامج تريد أن توصلنا للمستمعين تفضلي دكتورة طبعاً أنا أشكر كل المتبرعين بالدم لأنه مثل ما تفضلت أستاذ محمود عمل إنساني نبيل صح وأحنا في حاجة يومياً إلى جميع أصناف الدم لأنه الدم شقد ما نسحب شقد ما نصرف صح لكن في تواجهنا دائماً شغلة حبيت اليوم أشارككم بها لما شخص يكون عنده مريض في مستشفى والمريض يحتاج كميات كبيرة من الدم فكجزء من التثقيف والتوعية لأهالي المرضى يطلبون من أهل المريض أنه إذا فيه شخص ممكن يتبرع بالدم أنه يوجهه إلى مركز التبرع بالدم للتبرع لأنه طبعاً مثل ما إجي شخص آخر تبرع والدم مريض وجاهز للمريض المحتاج فلازم يكون دائماً فيه ناس يتوجهون للمركز يتبرع لكن مع الأسف دائماً بس فيه أغلب الأحيان لما يتوجهون إلى أهل المريض أنه روح تبرعوا بالدم نتلقى الكثير من الهواتف والرسائل أنه ليش ما عندكم دم ما فيه دم في المركز المراكز خاوية من الدم وهذا كلام غير صحيح هذا كلام غير صحيح صحيح أصلاً بس أحب أذكر أنه في حالة حاجة المريض إلى دم فهذا الدم ما ننتظر أنه الشخص يتبرع به لأنه من يتبرع الشخص بالدم في يوم كامل للفحوصات أكثر من ست ساعات بس فحص الحمض النووي فإحنا نصرف الدم على طول لأنه يكون جاهز للمريض المحتاج بس حتى خزين الدم يكون دائماً موجود بالدم المطلوب ونوجه الناس للتبرع الحمد لله نحن في الدولة عندنا كثير من الخطأ الدكتورة حتى لمواجهة أي أزمة أو كارثة لا قدر الله الله يحفظنا ويحفظ بلادنا من أي أزمات أو كوارث ممكن نحن نشوفه لكن دائماً الاستعداد موجود أنا أخذ مبارك على عجالة مبارك أنا وقت البرنامج مرحباً مبارك أنا وقت البرنامج خلص عندي زين فاختصر لي قد ما تقدر تفضل يا سيدي السلام عليكم تفضل مبارك الله الخير تفضل مبارك محمود حبيبي تفضل حياك الله محمود أنا قبل عشرين يوم وخمسة وعشرين يوم كنتوا تكلمون عن مرض السكر نعم واستفيت من كلامك تقول يعني إن شاء لهم يقول لنا المرض والأدوية والأدوية و لحد الآن ما في دوانها جعل السكر يقول فيه بعدين ما تكملت افتن الله يفتيك في الدنيا و لا أدر الله يرحمنا ورحمك يا شيخ أوكي مبارك أنا تريس مع فدوات محمود أنا مبارك خلني أرجع قبل عشرين يوم أشوف شو اللي قلت بالضرط لأن أتذكر فتحنا لك أنا ما فهمت سوالك شو رأيك باتر أتصل بك من أول البرنامج أحسن تسلم أوكي باتر ميرا ميرا أول البرنامج خلي مبارك معان على اللوابغي بس أستفسر معان أكثر نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم نحن شاكري لك دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم وهذه دعوة كذلك نوجه لكم مستمعين للتوجه طالما تنطبق عليك الشروط توجه إلى مركز تبرع بالدم وتبرع لنا هذه أسمى وأغلى وأحلى يعني معاني العطاء اللي ممكن توجهها لأخوك في الإنسانية شكرا لك دكتورة مي شكرا ميرا لغفلي كانت معنا في التنسيق شكرا أيمن سرحيل في الإخراج كل الشكر لزميننا يوسف سعد في الإعداد شكرا لك دكتور نشوف تباشر يصير خير إن شاء الله كل يصير خير يعني أنسى الموضوع عموما هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف علي ونشوفكم إن شاء الله باتر ما دليل دكتورة بتي ما بتي كيف بعد مديرة كبيرة الواحي ما يقدر يقول لها تعالي بس يلا ونشوفكم باتر إن شاء الله مستمعين حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي سعادة سعادة